المسيح قام من بين الأموات وطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في الكبور المسيح قام ما دمت في العالم فأنا نور العالم الرب يسوع المسيح أيها الأحبة سمعنا الآن مقطع إنجلي عن إحدى معجزات المسيح العظيمة عن شفاء الرجل المولود أعمى وكما قال المولود أعمى نفسه منذ الأزل لم يرى أحد فتح عيني مولود أعمى هل انتبهتم كيف أجاب هذا الرجل بسجاعته العجيبة ونبله لم يخجل مطلقا منهم الذين كان لهم السلطان أن يحرموه من المجمع وتكلم دون أي خوف بل ووبخهم هناك عدد قليل من الناس الذين لديهم روح نبيلة ما هو النبل الروحي؟ هو الشخص زو الروح النبيلة يكون دائما مركزا وصامتا وليس ماكرا أبدا إنه منفتح وجريء ولا يخشى الاعتراف بالحقيقة النقية أمام الأقوياء هذا العالم يعامل جيرانه بكرم ولا يتعالى على أحد ولا يهين كرامة أحد أبدا وهو هادئ ومهذب مع الجميع وهو غريب عن كل نفاق وجبن تنتهي رواية الإنجيل بكلمات المسيح العميقة والمهمة للغاية بعد أن سجد له الأعمى كابن الله قال الرب لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون استاء الفرسيون من كلمات المسيح هذه وسألوه هل نحن أيضا عميان لقد أعتبروا أنفسهم حاملي النور وقادة شعب إسرائيل فكيف أجابهم الرب ولكن كيف يمكن لمن لا يبصر حقا أن يبصر ومن يبصر يعمى ما هو نوع العمى الذي يتحدث عنه الرب يسوع المسيح هنا بالطبع ليس عن الجسد بل عن الروحي عميان هم الذين لا يرون النور هذا هو العمى الجسدي ما هو العمى الروحي هم الذين يتألمون ولا يريدون أن يروا النور الحقيقي الذي هو الرب يسوع المسيح عميان هم كل الذين بحسب القديس يحن اللهوتي لم يقبلوه ورفضوا أن يروا النور الحقيقي فيه العميان هم الذين يغمضون أعينهم عن النور السماوي لإنجيل المسيح عميان هم الذين يثكون إنهم بما لديهم من معرفة علمية قد عرفوا النور الحقيقي ولا يريدون أن يعرفوا أي نور آخر بالنسبة لأولئك اليهود والفرسيين الذين أدانهم الرب يسوع المسيح كانت الأسفار العهد القديم هي النور الوحيد لهم لقد رفضوا نور المسيح واتهدوا الرب وصلبوه وظنوا أنهم أطفأوا هذا النور ولكن النور يشرق في الظلمة والظلمة لم تدركه ومن هم هؤلاء العميان الذين أبصرهم الرب يسوع المسيح بمجيئه وبتجسده الإلهي نتذكر الرسل التلاميذ القديسين لقد كانوا صيادين بسطين غير متعلمين ولم يكن لديهم أي علاقة بالعلم أما رؤساء الكهنة والفرسيون الذين كانوا يفتخرون بمعرفتهم فكانوا في الظلمة وغير مبصرين ولكن الرسل القديسين رأوا وعرفوا حقيقة المسيح لقد كانوا عميانا ولكن بعد ذلك انتلأوا بالنور الروحي وأناروا العالم كله بنور تعليم الإنجيل في كل الأمم كان هناك عدد كبير من الناس في الظلمة غير مستنيرين بالعلوم استناروا بنور المسيح العظيم وأصبحوا يرون ويفهمون كل شيء ويدركون جوهر كل الأشياء والأهداف والمهام الحقيقية للإنسان لقد أعطاهم الرب يسوع المسيح القوة ليكونوا أبناء الله هل يمكن أبناء الله أن يكونوا عميان إنهم يعرفون الحقيقة أفضل من أي شخص آخر ويرون النور الحقيقي لقد جاء الرب يحشب بنوره الإله كل حكمة بشرية باطلة أي نور مصطنع يرفعه أناس مملؤون بالكبرياء وتمجيد الزاد معتقدين أنهم بعقلهم يستطيعون فهم الحقيقة كاملة الذين حسبوا أنفسهم مبصرين جعلهم الرب لا يبصرون والبسطاء ذو القلوب النقية الذين قبلوا الإنجيل المقدس بكل إيمان كما يقبل الأطفال كلام والديهم جعلهم مبصرين هذه هي كلمة الله على لسان النبي حسقيال يا ابن آدم أنت تسكن في وسط بيت متمرد له عيون لتنظر ولا تبصر وأزان لتسمع ولا تسمع لأنهم البيت المتمرد قيل هذا عن الشعب إسرائيل الذي كان يرتد باستمرار عن عبادة الإله الحقيقي ويسير في طرق الوسانية المرتوية متمرداً على الله الذي جعلهم شعبه المختار الذي أخرجهم من السبي تركوا إلههم وعبدوا البعل وعشتروت لماذا أصبحوا عمياناً وتوقفوا عن فهم الحق الحقيقي وصموا أذانهم عن كلمات الحق لأنهم كانوا بيتاً متمرداً إليكم ما كتبه النبي أشعياء عن العميان الروحيين سأقود العمية في طريق لم يعرفوه وأقودهم في سبلي لا يعرفوها وأجعل الظلمة أمامهم نوراً والمعوجات مستقيمة هذا أفعل لهم ولا أتركهم أي أن الرب يقود العميان روحياً في طريق لم يفكر فيه من قبل وليس الذي اختاروه لأنفسهم معتبرين أنفسهم مبصرين ما هذه الظلمة التي يتحدث عنها النبي هذه هي الظلمة التي يعيش فيها الناس الذين ليس لديهم جهاداً روحي في الإيمان العميق بالله كثير من الذين نسوا الله يعانون من الألام الروحية الشديدة ولا يرون معنى الحياة ولهذا السبب ينتحر البعض روحهم مظلمة لكن هذا الظلام بالتحديد هو الذي سيحوله الرب إلى نور ومن طرقهم المعوجة سيجلب لهم سبلاً مستقيمة هذا هو معنى الجواب الرب للفرسيين الذين غضبوا لأنهم حسبهم عميان أيها الأحبة أخيراً فنخف من العمل الروحي ونصلي بكل كياننا إلى النور الحقيقي كل ما هو مطلوب مننا هو أن نتخلى عن طرقنا التي نخترعها لأنفسنا ونتوقف عن ترتيب الحياة بالطريقة التي نريدها ونعترف بما لدينا ونتوجه بكل قلوبنا إلى ربنا يسوع المسيح وأن ينير قلوبنا المظلمة المسيح قام ترجمة نانسي قنقر